زمالك رحلة حلوة؟ اه طبعاً رحلة حلوة رحلة رحلة في حياتي فرحان بيها؟ يعني لو تعد تتذكرة كده بتقول دي كانت رحلة عظيمة؟ طبعاً 3 سنين هو مشيت في الرابعة بس شرف لي أن أنا أكون موجود لعب عنده 19 سنة أيوة بلعب في الفيرس تيم أول الحمد لله ربنا كرام ودخلت في وسط المنظومة وخدت دعم كمان في فترة أنت في فترة اللي أنا روحت فيها الزمالك الدورة تلغى كتير لأول أنت روحت الزمالك إزاي؟ أنا روحت الزمالك أنا أول مرة كانت 2008-2009 كانت كابتن حسام اللي ماسك أيوة بس أنا كنت في المحلة وخلاص عندنا كاس العلم من الشباب في مصر هنا كنت تاني تاني كابتن المنتخب ده 2009 طبعاً فأنت في الفترة دي ندى المحلة الزمالك طلبني طبعاً ورحت مضيت كان سيادة الوزير أشرف صبحي مضرطة كنت في الزمالك ساعاتها مضيت بس المحلة ما وفقوش كما كانش فيه ولا محلة المحلة كانت بتنزل سوري والبلدية مش موجودة وطنطة نفس الكلام فلا مش هتمشي منتش ماشي وكمان أنت عندك الفرصة أنك تتسوق أكتر كاس عالم استنى بعد كاس العالم بس فلعبت كاس عالم طلعنا من درو 16 ما كناش موفقين لحد ما شوية واتصابت جالي صليبي مع المنتخب الأولومبي بس بصراحة أشكر الكابتنان رامزي في الموضوع ده إنك شخص مخترب ما عندكش الإمكانيات برضو إذا أنا كنت بلعب فريق أول في المحلة بس ما كانش معاه الإمكانيات إن أنا أبقى موجودة وعالج نفسي وداني الدكتور علاء شاكر حاجة طبعا فخر حاجة ماشاء الله بجد رجعت من الصليبي الأولين اللي في اليمين بعد 4 شهور بس تمام رجعت مع المنتخب الأولومبي بلعب مطش الأردن كابتن حسن طبعا بعد كابتن اسماعيل يوسف تفرج علي في المطش ده كنت حسن شحاتي وهو داني السكة أنت 19 سنة وتخش في فوسط التيم وحبك وكل الماتشات فطبيعي هو أما يكلمك خير كابتن حسن شحاتي بيكلم واحد عنه 19 سنة فعيل موضوع أنت كويس يا صلاح رجلك كويس أقول طوله أنا تمام يا كابتن الحمد لله فكابتن اسماعيل يوسف سوري جاء وتفرج علماتش والموضوع خلص فيه وروح تنادي الزمالك بعد صليب 4 شهور